الفكرة حلوة فكرة جميلة الفكرة جديدة يعني بالنسبة للدراما السعودية وهذا بالعكس احنا هذا اللي نقدمه بالنسبة للدراما السعودية كل شي جديد للجمهور أنا عندي توأم بنات اثنين توأم هذه واحدة منهم والفستان الثاني للثانية يالله يحفظهم لك الله يسعدك يعني طرح النص هذا جريء جدا فكرة جديدة حلوة غفت نظري وشد انتباهي وأنا قاعدة أقرأ أول أربع حلقات طبعا هذا من سنة ونص تقريبا نص عندي فنسيت الأم صراحة دخلت أكثر ما عمقت بشخصية المختطفة حسيت أنه عشت بخيال واسع أنت وأخوك على العين والرأس بس صدقيني يا نوال أنا ما سويت الشيء إلا غصبا عني لأني خلاص تهبت صار لعشرين سنة وانا ده قتلها منه تبتأخذ الدور يا أنكم تختارون شخصية صح ترفع العمل ولا العمل كله بيتدمر فلما طرحوا اسم إلهام قلت والله اختيار ممتاز جدا لأنه فعلا إلهام فنانة طموحة مبدعة ذكرني في أول بداياتي واضقة من نفسها عندها حس جدا قوي تحب شغلها وقت ما الفنان يحب شغله ويحترمه ثق أنه هو فعلا يبدع فيه من مكان لمكان قاعدت دورون في لينا ولا ولا عز لما كبرت شوي كنت أتخلك بشهادات التفوق وبأي إنجازة أنا أسوي علشان تفرحوا فينا ومع ذلك كنتوا تبكونوا على لينا لهذا اللحظة لهذا اللحظة أنتم حارميني من أبسط حقوق فرحتي بزواجي هي المشكلة داخل الأم التوأم هم روح وحدة سبحان الله والدليل أنه اللي عنده توأم يحس بهذا الشي كل ما تشوف خلود وين بنتي ما بي أتكلم عن شخصيتي ومعاناتها في العمل بالنسبة لفاطمة بس دور قلتك هو صغير بس حبيته كثير معانات الأم مع فقدان نصف روحها من الحياة كل هدفها الأم أنه شلون تستغل اللي موجودة بحيث أنه التوأم اللي تقوم مع بعض وهي الوحيدة اللي ممكن تكسب المخطوفة من اللي موجود عندها اللي هي خلود أو التوأم لكم الله خير رقم التليفون موجود على الصورة هذه بنتي خطفوها من سنينة يا هل الحرام اللي ما يخافون الله كل واحد ولا طريقته في الإخراج ونحترم كل مخرج وهو خياله وشغله وطريقته الشغل اللي قائدة الحين نشتغله ما أقول أنا بالنسبة لي ما أقول إنه اختلاف كلي ولكن عنده لمسات حلوة وجميلة فمدام هذا الشيء إضيف لك فأنت تستقبلها وأنت مبتسم ومرتاح حتى لو كان فيه تعب بس نعرف بعد التعب هذا فيه نتيجة حلوة وجميلة منفرج من عندك يا الله تقول نسيتها وش اللي غير رايك جيل هذا أحس إنه اللي يحب عمله اللي يحب عنده إحساس إنه ممثل صح مش شهرة لا كممثل يحب عمله ويحب تمثيله ويحب إنه يبرز بصورة مميزة ويوصل للحلم اللي هو يبيه فيه شايفة كثير من الشباب والشعبات وهذا شي مشرف ويسعدنا جداً بالعكس ونفرح فيهم ونشجعهم ونقول لهم يعني نتمنى إنه نبني جيل زائد إنه الحياة قاعد تتطور والأمور قاعد تتطور التكنولوجيا وفيه أشياء كثيرة ممكن هما بعدين يفهموها إحنا ما نفهمها بس أرجع وأقول الروح الروح إذا أنت حبيت عملك تبدع فيه وهذا موجود عند الشباب والحمد لله اللي معانا كم شاب وكم شابة مبدعين بصراحة اشتركوا في القناة